حيث طارب المندب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بفرض وقف لإطلاق النار في غزة كخطوة أولى لإنهاء الأزمة الإنسانية جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي حول الشؤون الإنسانية الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك وقال منصور إن الوضع الإنساني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية يتدور إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الجرائم الإسرائيلية التي تعطيها الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر وترتكبها قوات الاحتلال لخلق بيئة قصرية لإكبار الشعب الفلسطيني على نزوح من أرضه بهدف جعل فلسطين موطنا غير قابل للعيش للشعب الفلسطيني ودع منصور المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإغراق غزة بالمساعدات بما في ذلك الغذاء والدواء ونشد منصور الدول بدرورة دعم الأنروا وكافة المنظمات الإنسانية في فلسطين